مساء الخير على حضرتكم أجمعين بنبتدي أمسية جديدة من أمسيات جروبكم جروب أسار وحضرة مصرية إجيبتولوجي بعد دوام تفاعل على الفيسبوك أكثر من 15 عاما وبدأنا فيه فعليات الأونلاين بخاصية الزوم أو منصة الزوم منذ 25 يونيو 2021 يعني قربنا العامين وبدعة أشهر وكان هدفنا أن نتواصل كل العاملين في المجال من الأسادزة والدكاترة والباحثين الجدد وكل المهتمين بالشأن المصري عبر العصور سواء في مصر القديمة في العصور الوسطى وفي العصور الحديثة والمعصرة سواء كنا بنتعامل مع التاريخ أو الأسار أو الحضارة بشتى فراحة أو اللغة أو الفلكلور أو كل ما هو معني بالشأن المصري وفي المؤتمر هذا العام بعدما بدأنا في المؤتمر أول عن الأتونية والعمرنة ثم تدرجنا في العام الماضي إلى مؤتمر عن الكهنوت في مصر القديمة كان هذا العام صدفاضاً ومتنوعاً في تخصصات عدة وكان العنوان الحياة الاجتماعية في مصر عبر العصور فتداخل الأسدزة من المجالات المختلفة القديمة والوسيط والحديث وأصرونا بالموضوعات ومن هنا أنا أفضل أن أنا في الختام أعرض على حضراتكم قائمة بما تم منقشته أو تم عرضه في هذا المؤتمر وهشارك مع حضرتكم الشاشة ونستعرض مع بعض اللقاءات التي بدأت من السبت 29 أبريل بدأنا في السبت 26 أبريل مع الدكتورة زينة سالم مرشد سياحي جامعة حلوان في موضوع التعامل بين النساء في مصر في العصرين اليوناني والروماني إذ أن المؤتمر يتركز عن الحالة الاجتماعية فالمرأة هي جانب أساسي منه والموضوع تناول فترة العصرين اليوناني والروماني السبت التالي 6 مايو طرقنا جانب آخر من الحالة الاجتماعية والمجتمع وهو الأوبئة والأمراض وظلنا على هذا الحال سلاسة ثبوت متتالية فبدأنا بالأوبئة في مصر القديمة وعلاقتها بأليهة وأشياء أخرى مع معالي الأستاذ الدكتور روندا بليغ أستاذ الأسار المصرية ورئيس قسم الأسار السابق بكلية الأداة في جامعة المنصورة وهي محكم باللجنة العلمية الدائمة لتلقية الأساذة والأساذة المساعدين في تخصص الأساذ المصرية ونائب رئيس جمعية محبي التراث القبطين في السبت التالي 13 مايو بما أننا تعرضنا للأوبئة التي تكتاح وعرضنا فيها لبعض الأوبئة التي انتشرت قديما وكان في مقربة مع ما حدث من الفنزة الإسبانية ثم كوفيد تحولنا إلى الأمراض الاعتيادية والصحة في مصر القديمة ولكن من وجهة نظر أنثروبولوجية وليست أسارية بحتة مع بحثة الدكتوراه أستاذ أسماء عبدالله أو دكتورة أسماء عبدالله إبراهيم بحثة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الفيزيقية بقسم الأنثروبولوجيا كلية الأداب جامعة أسكندرية في السابت عشرين ختمنا ما يرتبط بالصحة والأمراض والأوبئة بمفهوم المصري عن النظافة والنظافة تحديدا في الحياة اليومية عند المصر القديم مع الأستاذ المساعد دكتور إيمان أحمد نور الدين أبو بكر أستاذ تاريخ وحضرة مصر القديمة المساعد بخلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس وعرضنا كيف أنه كان هناك اهتمام بالنظافة في كل مناحي الحياة في مصر القديمة من أجل حماية الصحة واتكلمنا حتى عن نظم إمداد البيوت بالماء البارد والماء الساخن والصرف الصحي في الأوقات المبكرة جدا في الحضارة المصر القديمة أنهينا هذه السلسية عن الأمراض والصحة والأوبئة والنظافة كعنصر من عناصر الحياة الاجتماعية إلى جانب آخر ودخلنا في فترة التاريخ الحديث والتاريخ المعاصف في سبتين متتاليين في سبت 27 مايو مع موضوع الحياة الاجتماعية والثقفية اليهود مصر في الفترة الممتدة من 1948-1956 لأنها مرحلة مفصلية إذ كان علاقة المجتمع المصري باليهود علاقة ودية ومتعايشة وهناك كل أواصل العلاقات التقليدية والطبيعية من الجوار والتجارة إلى آخرين بل وحتى أحيانا الزواج لكن مع وجود كيان إسرائيل الناشئ بعد بعد بلفور وبعد حرب 1948 تغير المجتمع المصري تجاه اليهود في مصر ومن هنا كان اختيار البحثة هند مصطفى عبد الحميد بحثة ماجستير في التاريخ الحديث من جامعة القاهرة تلك الفترة من 1948 ووصولا إلى العدوان الذي نعرفه جميعا باسم العدوان السلاسي وهو في بداية الأمر لم يكن عدوانا سلاسيا لكن بدأ بعدوان من إسرائيل على سيناء وبعد انذارات من فرنسا وبريطانيا لمصر بعد بضعة أيام وانذار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتنحي واستفاف الشعب والقيادة حول رئيسها انضمت الدولتين العزماطين إلى الجيش الإسرائيلي وأصبح عدوان سلاسي من هنا كان رصد الحالة الاجتماعية والثقافية في مصر وعلاقتهم بصحافة وبالتأليف وبالتمثيل وبالمسرح إلى أخير من الجوانب المختلفة في الحالة الاجتماعية والثقافية وكانت محاضرة متميزة ثم تلاناها بعوضة للماضي وقراءة للجماعات اليهودية في مصر العثمانية قراءة فلكلورية مع الأستاذ الدكتور معالي أستاذ الدكتور فرج قدري الفخراني أستاذ الأدب العبري والفلكلور بكليات الأجات ده بجامعة جنوب الوادي وكان أيضا عنيد لمعهد اللغات في أسوان وتجلنا في جنبات تلك الجماعات اليهودية المختلفة في مصر العثمانية وتأثرت وتأثرت وكانت أمسية غاية في الروعة تركنا وجود جماعات من جماعات أو مجموعات اجتماعية في المجتمع المصري بعدما طرحنا النساء وطرحنا الصحة والأوبئة والنظافة ووصلنا إلى اليهود رجعنا مرة أخرى إلى المرأة كما بدأنا في أبريل ولكن المرة دي مع المرأة في رسائل تر العمرنا وكشفت لنا معالي الأستاذ الدكتورة فايزة سقر أستاذ تاريخ وحضرات مصر مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الأداب جماعة ضمنهور كيف أن رسائل تر عمرنا تكشف العديد والعديد من الجوانب عن المرأة وأن تلك الرسائل ما زالت فياضة بمعلوماتها وما يمكن أن يستفد منها وكشفت عن جانب فيما يخص المرأة الملكية أعتذر لحضراتكم عن الانقطاع اللي حصل بسبب انقطاع الكهرباء عندي وهو انقطاع مؤقت والحمد لله ان احنا هنتوصل مع بعض ونكمل الامسية ياريت بس لو حد يأكد لي سلامة الصوت والعرض استاذ عبير ايوه تمام بعدما جلنا في المرأة والصحة والاوبئة والنظافة وعودة الى اليهود ثم المرأة مرة اخرى انتقلنا في سبت 17 يونيو مع مصر في العصور الوسطى وتحديدا المواكب الاحتفالية في مصر في العصر الفاطمي مع معالي استاذ الدكتور ايمن فؤاد سيد استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الازهر ومحقق العديد من مصادر التاريخية الهامة الخاصة بتاريخ مصر في العصور الوسطى والذي اعاد تحقيق الخطط المقرزية المواعز والاعتبار تخطيطا من نسخ الدستور المؤلف واكتشف مزيد من من النصوص المرتبطة بهذا المرجع او مصدر الهام اذا انه 25% من المحتوى الاصلي غير متوفر في النشرات السابقة فهو استاذ جليل جال بنا في جنبات الحياة الاجتماعية وتحديدا المواكب الاحتفالية الرسمية وعرضنا الانماط مختلفة منها في السبت 24 عودة الى التاريخ الحديث والمعاصر تحدثنا عن المؤرخون والاقباط المحدثون واثرهم في المجتمع المصري المعاصر من خلال مجموعة من النمازج المختارة مع معالي الاستاذ الدكتور محمد مؤنس عود استاذ تاريخ العصور الوسطى جامعة الشريقة الامارات العربية المتحدة وترحنا نمازج من مؤرخنا الاقباط وكيف انهم اثروا في الحياة الجماعية وتكوين الفكر والوعي الجمعي لطلاب التخصص والدرسات العالية كما اثروا في المجتمع وفي كتابتهم الخاصة بالتخصصات المختلفة التي تناولوها سواء كان في التاريخ القديم او الوسيط او الحديث في سبت 1 يوليو عرضنا لموضوع اخر وهو الرقيق جانب اخر من الحياة الاجتماعية وهو مجموعات الرقيق في مصر تحديدا خلال عصري الدولتين الطولينية والاخشيدية وهي فترة محدودة من الزمن مع معاني الاستاذ الدكتور خالد حسين استاذ التاريخ الاسلامي ورئيس قسم التاريخ بكلية الاداب جامعة عين شمس واكملنا في السبت سبعة يوليو موضوع اخر لاعتذار المحاضر الاصلي وتكلمنا في ما يخص الحياة الاجتماعية عن رمزية الرقم سبعة ومضاعفاته واستخداماته المختلفة في الحضارة المصرية القديمة حضرتكم انا شخصيا فيه نتيجة للظرف الطارئ الذي حدث من وفاء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى للأستاذ المحاضر فكان معكم دكتور باسم الشرقاوي أستاذ المصريات والقبطيات والطراث العربي المسيحي ومنهجية البحث العيمي والمخطوطات بالمركز الثقافي الفرانسيسكاني للدراسات القبطية بالقاهرة عن سبعة كرقم كيف أنه أثر في مجتمعنا وفكرنا ليس فقط في مصر القديمة ولكن استمر حتى يومنا هذا ونجد هذا في الفلكلور الشعبي السبت 15 يوليو عرجنا على موضوع آخر وهو تأثير المياه في تغير مظاهر الحياة الاجتماعية في عصور ما قبل التاريخ وأيضا العصر العتيق أو ما يعرف باسم العصر المبكر أو عصر الأسرات الأولى والثانية ومطلع الثالثة مع دكتور خالد سعد مدير عام الإدارة العامة الأسر ما قبل التاريخ في وزارة السياحة والعصر في الأحد 16 يوليو تناولنا جانب آخر وهو الأراخنة في تاريخ مصر الحديث مباشرون وكتب أخباط ودرهم في الحياة الاجتماعية مع معالي الأستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصب وكليات الأداب جامعة القاهرة وكيف أثروا في الحياة الاجتماعية وتأثروا بها وكيف كانت لهم بصمات عديدة من خلال شخصيات قد ننساها في وعينا الجامعي ولكن نجد أثارها وبصمتها في نظمنا وفي حياتنا سابت 22 كان موضوع الأيتام في الدين والحياة في مصر في العصرين اليوناني ورماني ولكن لظروف الشديدة في صحة ومرض معالي أستاذ الدكتور سارة كتات رئيس قسم الإرشاد أيضا تم استبدال المحاضرة وتناولت أنا موضوع بديل عن إغلاق وأعادة فتح كنيسة القديس مرقريوس أبو سيفين في مصر القديمة في عهد السلطان المبلوكي الناصر محمد ابن القلوون في الفترة التانية من حكم وكيف نجد النصوص العديدة المرتبطة بهذا وكيف نفهم العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في ذلك الوقت وكيف أنها كانت علاقات ودية وسماحة ثم تعرضت إلى شائبة من الشوائب نتيجة ما أسميتهم بالجماعات الإرهابية في العصور الوسطى التي ضغطت على السلطة وستتسببت في افتعال فتنة مجتمعية وبعض الحرائق وأغلاق لبعض الكنائس كما حصلت بالمثل حرائق لمنازل ودور العبادة الإسلامية في ذلك الوقت أي كانت هناك احتقان مجتمعي متبادل نتيجة تدخل وزير المغرب الذي أفسد علينا الحياة الاجتماعية ثم في السبت 29 انتقلنا إلى الأسكندرية ومجتمعها السكندري القديم من واقع الاكتشافات الأسرية الحديثة التي عرضتها لنا الأستاذة فهي من نحاس مدير عام النشر العلمي لمنطقة أسار اسكندرية ورأينا هل كان المجتمع السكندري مجموعة عرقية واحدة وجنسية واحدة أم كانت مجموعات عرقية مختلفة؟ هل هناك طبقات؟ هل يتضح هذا من خلال الدفانات والاكتشافات الأسرية الحديثة؟ ووجدنا أن هناك العديد من المعلومات التي تكشفها الأسار تغير ما هو سائد في المصادر الأدبية المعتادة السبت 5 أغسطس تناولنا موضوع آخر وهو تأثير مفكري عصر النهضة العربية وجميعهم من المصريين على المجتمع المصري تناولت هذا الموضوع دكتورة كارولين ديب معالي الأستاذة الدكتورة أستاذة مادة الفلسفة وفلسفة الدين تحديداً ومادة الفكر العربي المعاصر في جامعة البالمند وهي حاصلة على دكتوراه في فلسفة دينية من جامعة القديس يوسف في بيروت لبنان بعد هذا تناولنا في السبت 12 والسبت 19 أغسطس اثنين من باحثي الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة القاهرة ولأول مرة باحثي الدكتوراه يطرحوا موضعتهم قبل المناقشة وهذا بتفضل من المشرف على الدراسات الأستاذ الدكتور مع الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني فكان اللقاء الأول أسواق القرى في مصر في عصر الحرية الاقتصادية من 1854 إلى 1914 مع الباحث الأستاذ محروس محمد غزيل مدرس مساعد بقسم التاريخ ثم السبت 19 عن الغجر والمجتمع المصري في قرن التاسع عشر أيضا مع الأستاذة هبا عبدالخالق باحثة الدكتوراه المسجلة في نفس القسم كان اليوم يفترض أن يكون معنا معالي الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث كلية البنات جامعة عين شمس عن موضوع الحياة الاجتماعية في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين لكن لظروف صحية يعني بنتمنى له الشفاء العاجل وجلسة طارقة في الجمعية المصرية للدرسات التاريخية اعتذر عن قمسية الليلة واستبدلناها بختام المؤتمر والفعاليات الأخرى واقع من ساته أنه هيعوض لنا هذا الموضوع وهو الحياة الاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر وهو موضوع متميز جدا أعتقد أن جميعنا أن ننتظروا لأنه من يتحدث في الفترة المعاصرة هم قلائل حقا بعد هذا العرض وجدنا أننا تعاملنا مع جامعات مختلفة في القاهرة مثل عين شمس القاهرة حلوان أيضا جامعة الأزهر تعاملنا مع اسكدرية تعاملنا مع دكتور فرج الفقراني من جنوب الوادي تعاملنا مع الشارقة تعاملنا مع جامعات أيضا في لبنان في بيروت والبالماند يعني مؤتمرنا جامع أطياف من الأسادزة من عدة بلدان كان لدينا أيضا أستاذ دكتور من السويد مصري ولكن لم نتمكن نتيجة ظروفه الخاصة بالنواحي أسرية حالة أنه يكون معنا إذن حاولنا نقدم لكم كل ما هو مرتبط بالحالة الاجتماعية في مصر وكان هناك الكثير والكثير لم نتمكن من تقديمه لضيق الوقت والظروف العامة التي نمر بها في مصر إذن هذا كان الوضع خاص بالتمر كل تلك الورقات البحثية قدمت على أرواح مجموعة من الأسادزة الأجلاء من هذا سأعلن أولا أسماء هؤلاء الأسادزة بالترتيب التخصصات ثم نسكر بعض من السيرة الزاتية لكل منهم لأن كل منهم كان له إثباته في مجال الحياة الاجتماعية لدينا تكريم لروح داكاترا وأسادزة أجلاء لو أردنا البداية سيتكون معنا أستاذة جليلة في تخصص التاريخ القديم والأسار القديمة وهي الأستاذة الدكتورة طحفة حندوسة أستاذ الأسار المصرية بكلية الأسار جامعة القاهرة نهدي هذا المؤتمر وجميع الأوراقات البحثية التي قدمت والأمسيات لروحها هي وكل الأسادزة الآخرين الأفاضل اللي سيتم تكرمهم النهاردة في هذه الأمسية التكريم الآخر هو لروح معالي الأستاذ الدكتور سعيد مغوري أستاذ البرديات العربية والحضر الإسلامية والعاميد الأسبق لكلية السياحة الفنادق جامعة مدينة السادات وستقرأ علينا أستاذ عبير محمد سرته الزاتية والمحطات الأساسية فيها ثم تكريم روح أستاذي الجليل أستاذ الدكتور عبد المنع ماجد أستاذ التاريخ الإسلامي والعصور الوسطى بقسم التاريخ في كلية الأداب جامعة عين شمس وسأقرأ سرته الزاتية ونمر على المحطات الهمة فيها وأنا أدن له بالكثير من الفضل الشخصي وليس فقط العلمي لما رأينا من انضباط وهمة ونشاط رغم كبر السن وأمراض الكبر إذن لدينا بحق أسادزة أجلاء جميعا نفخر بيهم كل أستاذ من الأسادزة الذي سيتم التكريم في هذه الليلة هم أسادزة أجلاء نأتي إلى مسك الختام وهو تكريم روح أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور رؤوف عباس حامد أستاذ التاريخ القديس في كلية الأداب جامعة القاهرة ونشكر اليوم وفي هذه الليلة حضور ابنه بنشكر حضرتك جدا جدا يا بشمهندس حاتم على وجود حضرتك معنا وبنقدم هذه الأمسية وجميع أعمال المؤتمر لروح أستاذنا الجليل وبننتظر من حضرتك كلمة إن شاء الله في الختام ده كان فيما يخص من سيوف يتم تكريمهم في هذه الأمسية وإن شاء الله في الجلسة القادمة بعد عشر دقائق من الانقطاع نواصل مع بعض سويا يتبقى لنا في هذه الجلسة قبل أن نصرف إلى راحة عشر دقائق فضلنا سبع دقائق نقدر نستغلها وأنه أعلن عن المؤتمر القادم وموضوعه إن شاء الله هيكون إيه بعد ما قمنا بعملية تصويت على الجروب أصار وحضارة مصرية على الفيسبوك وجدنا من طرح ثلاث موضوعات أنه الأغلبية بتميل إلى موضوع الديانة المصرية القديمة فإن شاء الله المؤتمر الرابع القادم في عام 24 هيكون عن الديانة المصرية القديمة وتحديدا هيكون الديانة المصرية القديمة حتى نهاية الحكم البيزنطي أي الديانة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ بكل ما يميزها ثم فترة عصور الأسرات من الأسرة الأولى وحتى الأسرة 31 ثم بعد ذلك فترة الحكم المقدوني الإسكندر وفليب الهدايس ثم الفترة البطلمية بالأسرة البطلمية من بطليموس الأول إلى بطليموس الخامس عرش ثم فترة الحكم الروماني من حكم الإمبراطور الروماني أكتافيس أغسطس وصولا إلى الحكم البيزنطي وفي مزاهب عديدة أين يبدأ الحكم البيزنطي عمتا وفي مصر خاصة ولكن المعتاد مع الحكم الرباعي للإمبراطور ديكتا ديانوس في 284 ثم هذا الحكم البيزنطي ينتهي في مصر مع سيطارة العرب على مصر مع عمر بن العاص في 642 ميلاديا إذن لدينا مدة ممتدة طويلة جدا تتجاوز أربعة ألاف من السنوات فيها تنوع من العبادات التوطمية والسحر والعرافة والكهنة والديانة الرسمية والديانة الشعبية والمعابد والتمائم والطقوس والتقدمات إلى آخره من المحاول المختلفة التي يمكن الدخول بها ليس هذا فقط ولكن كيف تأثرت أيضا الديانة المسيحية القديمة وأثرت في اليهود المعاصرين في هذا الوقت وأثرت على سياغتهم ومعتقدهم الديني أو الشعبي وكيف تأثرت بيها أيضا الديانة المسيحية في مصر وكان لها طبع خاص في النواحي المجتمعية وكيف أنها استمرت تلك الديانة المصرية حتى نهاية الحكم البيزنطي في مصر ولو تذكرنا الإمبراطور جوستنيان وفترة حكمه التي تنتهي ب 565 ميلاديا وكيف أنه حارب كهند الرب إزيس في الجنوب وانطلقوا من معابد فيلة في الأقصى الجنوب وعبروا الحدود وكونوا مملكة في الجنوب السوداني الحالي كانت على أطراف الدولة المصرية وكان لهذا الوجود انعكاسات على الحضارة في النوبة العليا إذن موضوع الديانة المصرية حتى نهاية الحكم البيزنطي موضوع ثري جدا جدا أتمنى من الآن جميع المشاركين أو من ستسمعوا هذا التسجيل وهذه الاحتفالية أن يشاركوا تحت كافة المحاور الممكنة إذن فيما يخص التوصيات قدمت العديد من الورقات البحسية لم يكن هناك التدام كالمؤتمر السابق بتجميع الورقات البحسية ونشرها لكن منعة الحرية للجميع من يرغب أن ينشرها في الخارج في أي دورية أو في كتاب مستقل حتى ضمن أعمال أخرى لا مانع لدينا إطلاقا إن أراد أن يرسل البعض إسهمتهم ونكون بتجميعها لنشرها في أعمال على روح يعني شرف وروح أسد ذاتنا الأجلاء باسم الجروب أهلا وسهلا مع حضرتكم أيضا حاليا أحب أن أنا أسمع تالي من مهندس فاتم قبل ما نختم هذه الجلسة ومتبقى لدينا ثلاث دقائق ثم راحة عشر دقائق ونعاود مرة أخرى لتكريم الأساد ذا وسير ذاتية أشفونت سحاتم بحرق المايك ألف شكرا أكتور باسم أنا شرفتني وشرفتني إن أنا أحضر مع قدراتكم المهاردة ولمسة جميلة إنه تعمل تكرين لعدد من الأسابزة الراحلين ومنهم والدي رحمه الله شاكرين جدا وأنا شايف يعني مجهود ممتاز معمول عبر الشهور يعني تحية خاصة للعمل والإنجاز شكرا يا باشمونت سحاتم أنا لو أسعد بالتتلمس مباشرة على يد أستاذنا دكتور رؤوف عباس لكن تتلمست على كتاباته وأثرت فيه شخصي ووجداني الكثير والكثير فأقل ما نقدمه لأساد زيتنا الأجلاء سواء أستاذنا دكتور رؤوف عباس أو أساد زيتنا الآخرين دكتور طحف الحدوسة أو دكتور سعيد مغاوري أو دكتور عبد المنعم ماجد أن نقدم لمسة وفاء لأرواحهم ولأسارهم لأنه ده أقل ما يمكن أن نقدمه أقل القليل يعني وبالمناسبة الجروب كل سبت بيتيح لجميع المهتمين بالشأن المصري عبر العصور تقديم محاضرات وندوات وأمسيات وبرش عمل دايما الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وبنتمنى أن حضراتكم جميعا تكونوا معنا وتنشروا محاولة الوعي بهويتنا الوطنية والقومية دون أي رتوش بنكشف الماضي والحاضر بكل عمقه وبكل صراؤه وبكل محدودته أيضا من أجل تاريخ سليم وانتماء للأرض الغالية مصر لأنها حقا تستحق مننا أن احنا نبذل كل نفيس من أجلها حاليا ده كان الختام لهذه الجلسة بعد عشر دقائق يعني إن شاء الله عشرة وثلت نبدأ تكريم الأسادزة بإعلان سيرزاتية إلى اللقاء بعد عشر دقائق شكرا لحضراتكم ونتمنى بقاءكم معنا في الجزء الثاني من الأمسية شكرا